بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكليف والإدارية 2 التابع الوحدة الأولى إن العديد من المنشآت أدركت أن نظم التكليف لديها أصبحت غير ملأمة بسبب رقم 1 ظروف المنافسة الشديدة الموجودة في الوقت الحالي رقم 2 أنها مصممة أساسا لخدمة أغراض تقويم المغزون وإعداد القوائم المالية والضرائب رقم 3 أنها لا تمد الإدارة بالمعلومات الصحيحة والوقتية والتي تستخدم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وقياس تكلفة المنتجات أن هناك ثلاث وظائف يجب على نظام التكليف أن يخدمها وهي رقم 1 تقويم المغزون انفنتوري فولييشن وذلك لأغراض أعداد القوائم المالية والضريبية ويتطلب ذلك تخصيص تكليف الفترة بين الإنتاج التام المباع اللي هو تكلفة البضاعة المباعة والإنتاج التام غير المباع اللي هو تكلفة المغزون 2 الرقابة التشغيلية operational control وذلك عن طريق الاستفادة من بيانات التغذية العكسية الفيدباك لمدير الإنتاج ومدير الوحدات الجزئية الأخرى عن الموارد المستخدمة خلال الفترة التشغيلية فالرقابة التشغيلية يجب أن تحدث في موقع الحدث وفي أرضية المصنع shopflow level وبالتالي يتم التعرف على البيانات والمعلومات الفنية والتي غالبا ما تكون في صورة كمية تستخدم في إعداد التقرير التي ترفع لمستوى إداري أعلى ويتطلب ذلك تجميع البيانات على أساس تحولها إلى مقييس مالية وهذا هو أصل المشكلة فالإصرار على الترجمة المالية للبيانات الكمية التي تمثل مشاهدات عينية لا داعي له عند مستوى الرقابة التشغيلية حيث ما المانع من أن ترفع التقرير في صورة كمية إلا أنه في الحقيقة نجد أن العديد من المشآت تهتم بالمقييس المالية وتعمل على تجمعها وتهمل الاستفادة الكبيرة من التحسين المستمر التي تقدمه المقييس التشغيلية غير المالية ثلاثة قياس تكلفة المنتجات كلنا على حدة individual product cost measurement وذلك لتحديد أي المنتجات يجب انتاجها وبأي كمية يتم انتاجها وذلك بتحديد المنتجات الأكثر ربحية والأخرى الأقل ربحية وبالتالي المساعدة في قرار إسقاط منتج أو خط انتاج من عدمه والمساعدة في قرار الشراء من الصنع ووضع سياسة تسعيرية للمنتجات على أساس سليم